مر على الانقسام الفلسطيني ست سنوات وما زال السؤال مطروحا المصلاح الفلسطيني إلى أين كذلك ما هي الصعوبات التي تواجهنا من أجل الوصول إلى حالة إنهاء الانقسام يبدو أن الانقسام قد وصل إلى درجة أنه تحول بالفعل إلى مؤسسة تدافع عن مصالحها تدافع عن كيانها ويبدو أن المصالحة قد خرجت من البيت الفلسطيني إلى الفضاء الإقليمي هناك في مفاوضات إسرائيلية فلسطينية يعني كيف نذهب لمفاوضات نحن غير موحدين وهل الانقسام له تأثيرات أو غير مؤثر في هذا الجانب أولا لا يوجد مفاوضات يوجد شكل مفاوضات يوجد حديث عن مفاوضات ما يتم الآن هو تفاوض بين الأحزاب الإسرائيلية على حجم المنحة لكل حزب وحجم الاستيطان ومنح الاستيطان ويوجد تفاوض بين إسرائيل وأمريكا ماذا يمكن أن نعطي للفلسطينيين إن منظم التحريف الفلسطينية لديها برنامج هو وطني يستجيب لطموحات الشعب الفلسطيني بالحدود التي قبلها منذ عام 88 وليس حديثا يعني إحنا موافقين على أن تكون فلسطين 22% مش هلا من الثمانية صحيح أنا رأيي أن حركة حماس موافقة خليك معك لذلك أنا أقول حتى لو أنها موافقة على الطريقة الحمساوية بطريقة الإخوان المسلمين في فهم المسائل يا سيدي على عندنا وراسنا خليها على طريقتها ولكن فعليا وجوهريا نحن متفقين على هذه المبادئ الأستاذ خليد مشعل أكثر من أربع خمس مرات أنا استمعت له وأنتم استمعتم له وهو يقول كذلك إذن لا يوجد خلاف جوهري يوجد خلاف بوسائل بطرائق بأساليب يوجد خلاف يعني في بعض المفاهيم لكن لا يوجد خلاف إلى درجة أنه يحول ذلك كل الطرفين يريد مصالحة ولكن مصالحة من مفهومه هي قوة بشروط بشروطه لأن عندما نجح الإخوان وحكموا مصر حماس تمسكت بشروط أشد وهي كانت أصلا ترفض ولا تريد المصالحة وهذه معلومات وليس تعليلات السلطة الفلسطينية في المقابل مرتبطة بمواثيق وعلنا تهدد من إسرائيل بأنها إذا صالحت حماس ستحاصر معها وبالتالي نتحدث عن طرفين لديهم من المؤثرات الإقليمية ما يكفي حماس مرتبطة بإيران ارتباط وثيق وليس صحيح أن علاقة حماس وإيران قد ضعفت صار توترات صار خلافات عن الموضوع السوري ولكن العلاقة الاستراتيجية بين حماس وإيران في الموضوع العسكري ما زالت بالنسبة للدولة الفلسطينية ممكن أنها تكون في غزة بدون ضفة بدون غزة أولاً أحب أن أقولكم أنه خطاع غزة تاريخه السياسي والوطني الفلسطيني هام للغاية غزة هي التي حمت الهوية الوطنية الفلسطينية على سنوات لما كان ممنوع ينحكب العالم العربي أنه أنت فلسطيني غزة هي التي منها خرجت المؤتمرات الوطنية الحقيقية لأسست رضاة التحرير والتي أسست الكيانية الوطنية إيانا أن نقع في هذا الوهم وهذا الخطأ القاتل غزة جزء أصيل من قضيتنا الوطنية هي اللي حمت المشروع الوطني وحمت القرار الوطني وحمت الهوية الوطنية الأحداث القادمة نحن لا نستطيع أن نصنع فعل لأننا منقسمين وأنا كثير باتفك وسعيد بالكلام اللي اسمعته لأننا منقسمين ولأننا غير جاهزين للمرحلة القادمة فلا يوجد لدينا حل إلا أن ننتظر الأحداث نحن جزء من الإقليم وما سيجري في الإقليم سينعكس علينا